مرحباً أصدقاء العزاء في هذا الفيديو سوف نصل على رعاة نفسية وتلاوتنا هاتئة من القرآن الكريم في وسط الأراضي الصراعية وسط العقول وسط كل رعب وهذا نفتح الصفحة التي تأتي إلينا بدون أي ترتيب فلنتبرها إشارة لنا جميعاً هيا كانت معنا الصفحة التي فتحت كما ترونيها سورة الأعرف بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قدوا زيناتكم عند كل مسجد وكلوا واشرفوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين قل لما نعرم زينات الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما عرم ربي الفواحش ما فعرمنا وما بطن والإذم والبغي بغير العق وأن تشركوا بالله ما لم ينسل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون زاعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأدينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتهم فمن اتقى وأصلع فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبه أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين هذه هي الصفحة الأولى التي فتحت معي بدون أي قصد هيا لنفتع صفحة أخرى لانعصل منها أيضا على الرسالة الربانية بسم الله والذين اتخذوا مسجد انترارا وكفر وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يعرفن إن أردنا إلا الحسن والله يشاد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أعق أن تقوم فيه فيه رجال يعبون أن يتطهروا والله يحب المنطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وردوان خير أم من أسس بنيانه أم من أسس بنيانه على شفا زرف نار فنهر به في نار جهنم والله لا ياتي القوم الظالمين اللي ميينة